في العاصمة الرباط تم التوقيع على عقد شراكة بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة البرالامبية الدولية واللجنة البرالامبية الإفريقية والجامعة الملكية المغربية لرياضة الأشخاص المعاقين لتنظيم أول دورة للألعاب الإفريقية التي سيحتضنها المغرب شهر يناير من عام 2020 أولاً وقبل كل شيء أود أن أعبر ببعض الكلمات عن هذه اللحظة التاريخية جداً لكل القارة الإفريقية ولأقول أن استقبالنا هنا بالمغرب من قبل وزير الشباب والرياضة ورئيس لجنة البارالامبية الدولية لتأريخ هذه اللحظة يشكل مصدر فخر للألعاب البرالامبية الإفريقية التي أصبحت واقعاً ملموساً وهو ما سيعطينا الفرصة جميعاً لنكون شاهدين على لحظات مهمة في تاريخ الرياضة الإفريقية خلال هذه الألعاب إنه حلم أصبح حقيقة بدعم من الحكومة المغربية لاستضافة أول دورة للألعاب البرالامبية الإفريقية وستشكل هذه الألعاب فرصة لإبراز المواهب العديدة التي تزخر بها القارة الإفريقية واللجنة البارالامبية الدولية جاءت للمغرب ليس فقط من أجل توقيع العقب بل من أجل تقديم المساعدة أيضاً إذا طلب منها ذلك المغرب يتوفر على جميع الإمكانيات لتنظيم هذه الألعاب التي تعتبر امتداداً للألعاب الإفريقية التي سيحتضنها المغرب شهر غشت المقبل وهو ما يشكل استثماراً واحداً لتنظيم حدثين مختلفين وتأكيداً على ضرورة إلى اهتمام خاص لهذه الفئة على المستويين المغربي والإفريقي بطلب من الاتحاد الإفريقي والجامعة الإفريقية للألعاب البرالامبية تنظم المملكة المغربية بتعليماتي من جلالة الملك أول ألعاب البرالامبية في المملكة المغربية سبعة الأنواع مؤهلة لطوكيو 2020 وبالتالي هذا الطلب الذي يجع لأن المغرب يتوفر على جميع الإمكانيات وفي الامتداد استعدادات الألعاب الإفريقية التي سيحتضنها المغرب في غشت الآن الأشغال الجارية في جميع البنية التحتية الرياضية كدت تأخذ على الاعتبار الألعاب البرالامبية والولوجيات إلى غير ذلك الحمد لله المغرب سيحتضن أول ألعاب إفريقية خاصة برياضة الأشخاص فضعية إعاقة وهذا يوم تاريخي بحضور كل مسيد وزير الشباب والرياضة والسيد رئيس اللجنة البرالامبية الدولية ورئيس اللجنة البرالامبية الإفريقية هذه الألعاب التي ستعرف سبعة الرياضات فيها كرة سلع الكراسي كرة طائرة جولوس كرة القدم للمكفوفين كرة الهدف بالإضافة إلى ألعاب القوى رفعات القوى ورياضة الباراتيكواندو هذا وستكون هذه الألعاب مؤهلة للألعاب البرالامبية توكيو 2020 كما أنها ستشكل فرصة لمواصلة تألق ونجاح الرياضة البرالامبية بالمغرب